بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله درسنا استراتيجية حل المسألة بتمثيل المسألة هذا رابط الدرس الرقمي استراتيجية حل المسألة لستراتيجية تمثيل المسألة فكرة الدرس أحل المسائل باستعمال استراتيجية تمثيل المسألة تمثيل المسألة مصطفى سأتأقدم إلى اختبار في اللغة العربية فهل تعتقد أن طريقة إلقاء قطعة نقدية ستكون طريقة جيدة لحل خمسة أسئلة من نوع الصواب والخطأ؟ هذه المسألة مصطفى يتساءل مهمتك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة مثل المسألة لتحديد ما إذا كان إلقاء قطعة نقدية طريقة جيدة لإجابة أسئلة من نوع الصواب أو الخطأ طبعا ما هي خطوات حل المسألة؟ اللي هي الخطوة الأولى أفهم أول شيء أفهم المسألة أقرأ المسألة وأفهمها وأشوف وأحدد وأقرر بعدها ماذا يناسب هذه المسألة والطريقة المناسبة لحلها عدد أسئلة الصواب والخطأ أو الخطأ في الاختبار خمسة يمكنك القيام بالتجربة لاختبار ما إذا كان إلقاء القطعة النقدية طريقة جيدة لحل الأسئلة والحصول على علامة جيدة الآن فهمنا أننا ممكن نجري تجربة لماذا؟ يعني نمثل المسألة لمعرفة هل طريقة إلقاء قطعة نقدية جيدة لإجابة أسئلة من نوع الصواب أو الخطأ الخطوة الثانية نخطط رح نلقي القطعة النقدية خمس مرات فتكون الإجابة صحيحة إذا ظهرت الكتابة وخطأ إذا ظهر الشعار ونكرر المحاولة ثلاث مرات نخطط الآن أننا رح نمثل المسألة رح نجرب عن طريق إجراء تجربة رح نلقي القطعة النقدية خمس مرات فتكون الإجابة صحيحة إذا ظهرت الكتابة الآن الإجابة إذا ظهرت كتابة يعني صح وإذا ظهرت الشعار رح نخط خطأ يعني هنا إجابات عشوائية معتمدة على النتيجة اللي رح تطلع في قطعة النقد ورح نكرر المحاولة ثلاث مرات نحل الآن نجري التجربة رح نفترض أن الإجابات الصحيحة للاختبار هي صواب خطأ خطأ صواب خطأ المحاولة الأولى طبعا هذه الإجابات الأساسية يعني الصحيحة أصلا اللي هي المفروض تكون صواب خطأ خطأ صواب خطأ جينا في المحاولة الأولى ألقينا قطعة النقد ظهر لنا اللي هو صواب اللي هو كتابة حطينا صواب ثم طبعا صواب وافقت الإجابة الصحيحة ألقينا قطعة النقد مرة ثانية طلع لنا صواب لكن لم توافق اللي هي طبعا طلع لنا كتابة فحطينا صواب لكن لم توافق الإجابة الصحيحة ألقينا قطعة النقد أيضا طلع لنا اللي هو شعار يعني حطينا خطأ وافقت الإجابة الصحيحة ألقناها للسؤال الرابع طلع لي شعار يعني خطأ لم يوافق الإجابة الصحيحة وفي الأخير طلع لي كتابة يعني صواب لكن لم يوافق الإجابة الصحيحة المحاولات اللي طلع لني فيها موافقة للإجابة الصحيحة حطينا عليها دائرة خضراء جربنا مرة أخرى مرة ثانية سوينا التجربة أول مرة أطلع لنا خطأ مرة ثانية أطلع لنا خطأ يعني الشعار فحطينا خطأ موافق للإجابة الصحيحة ثم صواب ثم صواب موافق للإجابة الصحيحة ثم خطأ موافق للإجابة الصحيحة المرة الثالثة أجرينا التجربة في المرة الأولى كان عندي إجابتين وافقت للإجابة الصحيحة في المرة الثانية صار عندي بالصدفة طبعا ثلاث إجابات وافقت الإجابة الصحيحة في المرة الثالثة صار عندي إجابتين وافقت الإجابة الصحيحة فقط إذن حطينا هنا عدد الإجابات الصحيحة ضع دائرة حول الإجابات التي تتفق مع الإجابات الصحيحة في كل مرة بما أن محاولات التجربة أعطت من 2 إلى 3 إجابات صحيحة لأسئلة الإختبار المكون من 5 أسئلة يعني عندي 5 أسئلة عندي تجربتين طلع لي فيها 2 2 يعني أقل من النصف 2 ثلاثة تقريبا أكثر من النصف بقليل يعني أصلا الأسئلة قليلة أن أحل ثلاثة صح من 5 يعتبر نسبة قليلة يعني يعتبر ليست إجابة درجة جيدة فإن إلقاء قطعة نقدية لإجابة أسئلة الصواب أو الخطأ ليست طريقة جيدة للحصول على علامة جيدة في الاختبار لأنها طريقة عشوائية اللي يظهر لي سواء شعر أو كتابة أصير أنا بيني وبين نفسي خلاص يعني حطيت أنه يعني شعار مثلا صح والكتابة خطأ أو العكس وأضعها على الإجابات طبعا ليست طريقة جيدة لنعتمد على الصدفة نتحقق طبعا بعادة المحاولة عدة مرات ممكن إيش أن نجري التجربة مرة ثاءة رابعة وخامسة وسادسة ونشوف يمكن تصيب في مرة من ست مرات أيضا تعتبر نسبة ضئيلة جدا أو مثلا مرتين في خمس مرات وهكذا نريد تحليل الاستراتيجية أذكر مزية واحدة لاستعمال استراتيجية تمثيل المسألة لحل المسائل وش أهم ميزات استراتيجية تمثيل المسألة حسنتم ممتاز نحن قاعدين نمثل المسألة أمامنا التجربة قاعدين نحطها أمامنا عشان نحكم على ما سيتم فعلا إذن يمكن توقع ما سيحدث فعليا من خلال المسألة نجري تجربة نرسم رسم وما إلى ذلك استعمل استراتيجية تمثيل المسألة لحل المسائل من ثلاثة إلى خمسة عندنا نقود اشترى أحمد عصير تفاح وقطع شوكولاته بخمسة وأربعين ونصف ريالا ودفع للبائع خمسين ريالا فبكم طريقة يمكن أن يسترد الباقي إذا كان لدى البائع قطع من الفئتين ريال ونصف ريال خطوات حل المسألة الأربعة أحسنتم ممتاز أولا أفهم أفهم اشترى أحمد بمبلغ خمسة وأربعين ونصف ريال دفع كم؟ خمسين ريال ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ نوجد المطلوب من السؤال بكم طريقة يمكن أن يسترد الباقي إذا كان لدى البائع قطع من ريال وأنصاف الريالات يعني عند البائع ريالات قطع نقدية من فئة ريال ونصف ريال ممكن بكم طريقة يعطيه الباقي؟ بكم طريقة؟ هذا هو المطلوب نخطط طبعا راح نحل باستخدام استراتيجية تمثيل المسألة راح نمثل المسألة ونشوف ماذا بكم طريقة ممكن أننا نسترد الباقي أول شيء الباقي أصلا كم؟ كم باقي أصلا؟ خمسين ناقص خمسة وربعين ونصف اللي هي راح يتبقى أربعة ريالات ونصف الريال أربع ريالات ونصف الريال طيب بكم طريقة ممكن يعطيه الباقي؟ يعني ممكن يعطيه أربع ريالات أربع قطع من فئة ريال ونصف واحد هذه طريقة ممكن يعطيه ريالين من فئة ريال هذه ريالين والمتبقي يعطيه إياه أنصف هذه طريقة ثانية وهكذا كيف ممكن نحصر جميع الطرائق الممكنة؟ كيف ممكن نحصرها؟ وضعنا هذا الجدول حطينا فلنفرض أن الفئات اللي عندها اللي هي من فئة ريال طبعاً إنه ما يعطيه ولا ريال يعطيه ريال واحد أو ريالين أو ثلاث ريالات أو أربع ريالات طبعاً أكثر من أربع ريالات لأنه أصلاً أربع ريالات صحيحة وفيه نصف فمعناته خمسة وستة ما راح نستفيد منها طيب نفترض أن الباقي لديه هذه النقود الآن أمامنا أيضاً لديه نصف هذه من فئة نصف ريال هذا اللي هنا نصف ريال لديه عندنا نصف واحد أو نصفين أو ثلاثة أنصاف أو أربعة أنصاف أو خمسة أنصاف أو ستة أنصاف أو سبع أنصاف أو ثمان أنصاف أو تسع أنصاف كم عدد أقصى عدد من الأنصاف ممكن ياخذه؟ أيضاً اللي هو تسعة لأن الأربع ريالات ونصف فيها تسع أنصاف فأقصى عدد من الأنصاف ممكن ياخذه اللي هو تسعة فحطيناه آخر شي طبعا لو لاحظتوا هنا بالريالات بدأنا بالصفر لأنه ممكن يأخذ المبلغ يرجع له كاملا أنصاف لكن بالنسبة للأنصاف لم نضع صفر لأنه لازم لأنه لازم لأنه لازم لدينا نص هنا فلازم فيه نصف واحد لازم مع الريالات أقل شيء راح يكون عندي نصف واحد مع الريالات نبدأ الآن نجمع أول شي طبعا صفر ريال مع نص راح يعطيني نص صفر مع نصين راح يعطيني ريال واحد صفر مع ثلاثة أنصاف راح يعطيني ريال ونص صفر مع أربع أنصاف راح يعطيني ريالين صفر مع خمسة أنصاف ريالين ونص ثم مع ستة أنصاف ثلاثة صفر مع سبعة أنصاف ثلاثة ونص صفر زائد ثمان أنصاف أربع ريالات وصفر زائد تسعة أنصاف اللي هي أربع ريالات ونصف أربع ريالات ونصف حصلنا الآن ممكن يرجع للباقي هنا بكم يعطيه يعطيه صفر من الريالات وكم نصف تسعة أنصاف وتسعة أنصاف طيب أيضا ممكن يعطيه ريال واحد مع نصف واحد رح يكون ريال ونصف ريال مع نصفين ريالين ريال مع ثلاثة أنصاف رح تكون ريالين ونصف ريال مع أربعة أنصاف الأربعة أنصاف ريالين مع ريال يعني ثلاثة ريال ريال مع خمسة أنصاف ثلاثة ريالات ونصف ريال مع ستة أنصاف الستة أنصاف ثلاثة ريال مع ريال أربعة ريالات أيضا ريال مع سبعة أنصاف رح تكون أربع ريالات ونصف وريال مع ثمان أنصاف خمس ريالات وريال مع تسعة أنصاف خمس ريالات ونصف إذن حصلنا هنا على أربع ريالات ونصف أيضا هذه طريقة ثانية طريقة الثالثة لو عطاه ريالين زاد الريالات كل مرة يزيد من الريالات واحد طبعا ريالين مع نصف واحد رح تكون ريالين ونصف ريالين مع نصفين رح تكون ثلاثة ريالات ريالين مع ثلاثة أنصاف رح تكون ثلاثة ريالات ونصف ريالين مع أربعة أنصاف رح تكون أربع ريالات لأن الأربعة أنصاف ريالين والريالين زائد الريالين أربعة وريالين مع خمسة رح تكون عندي أربعة ونصف وريالين مع ستة خمسة وريالين مع سبعة أنصاف خمسة ونصف وريالين مع ثمان أنصاف يعني أربع ريال مع ريالين ستة وهنا أربعة ونصف ريال مع ريالين ستة ونصف إذن حصلنا أيضا هذه طريقة ثالثة للحصول على أربعة ونصف أيضا ثلاث ريالات لو أعطاه ثلاث ريالات مع نصف بتكون ثلاثة ونصف ثلاث ريالات مع نصفين أربعة ثلاث ريالات مع ثلاثة أنصاف يعني مع واحد ونصف أربعة ونصف ثلاث ريالات مع أربع أنصاف خمسة ريال وثلاث ريالات مع خمس أنصاف خمسة ونصف وثلاث ريالات مع ستة أنصاف ستة يعني كل مرة رح يزيد هنا عندي نصف كل مرة رح يزيد نصف ريال طبعا حصلنا أيضا هنا على أربعة ونصف الطريقة الرابعة اللي هي لما يعطيه أربع ريالات مع نصف بتكون أربع ريالات ونصف مع نصفين رح تكون خمس ريالات لأنه أربع ونصفين ريال خمسة مجموعهم ثم بعد ذلك رح تزيد نصف ريال في كل مرة إذن هذه الطريقة الخامسة هل ممكن أزيد الريالات؟ لا طبعا لأن الريالات أصلا كل الباقي أربع ريالات إذن لو حطينا خمس ريالات ما رح يعطيها أكثر من الباقي معنات نقف هنا بالنسبة للريالات نفس الشيء الأنصف زي ما قلنا أقصحت تسعة أنصف إذن بكم طريقة مختلفة ممكن أن يرجع له الباقي اللي هي خمسة طرق ما هي الطرق؟ أن يعطيه تسعة أنصاف أو يعطيه ريال وسبعة أنصاف أو يعطيه ريالين وخمسة أنصاف أو يعطيه ثلاثة ريال وثلاثة أنصاف أو يعطيه أربع ريال ونصف واحد ونصف واحد هذه الطرائق الخمسة اللي ممكن أن يسترد بها الباقي الخطوة الرابعة اللي هي نتحقق الآن طبعا هنا حلينا الخطوة الثلاثة كانت الحل الخطوة الرابعة نتحقق الطريقة الأولى اللي هي تسع قطع من فئة نص ريال هل بتعطينا أربع ريال ونص؟ نعم نص في تسعة رح يعطيني أربع ونص ريال الطريقة الثانية كانت واحد من فئة ريال وسبعة من فئة نص ريال واحد يعني ريال واحد زائد سبعة من فئة نص ريال يعني ثلاثة ريال ونصف مجموعهم 4.5 الطريقة الثالثة 2 من فئة ريال يعني 2 زائد 5 من فئة نصف ريال يعني ريالين ونص 5 أنصاف كل نصفين ريال ريالين ونصف إذن 2 زائد 2.5 رح يعطيني 4.5 ريال طريقة الرابعة 3 من فئة الريال يعني 3 زائد 3 من فئة نصف ريال يعني زائد 1.5 3 زائد 1.5 أيضا 4.5 الطريقة الخامسة اللي توصلنا لها أن يأخذ 4 من فئة ريال 4 قطعة من فئة ريال وقطعة واحدة من فئة نصف ريال يعني 4 ريالات زائد نصف اللي هي تساوي 4.5 إذن الطرائق هذه هي الخمسة وكلها صحيحة أيضا لدينا في الرياضة طول ملعب 84 قدما فإذا ركض مبارك 20 قدما إلى الأمام وثمان أقدام إلى الخلف فكم مرة أخرى عليه أن يكرر العملية حتى يصل إلى نهاية الملعب ما رأيكم كيف رح نحل هذه المسألة؟ طبعا أهم شيء أهم شيء من خطوات حل المسألة أن نفهم المطلوب من المسألة نقرأ المسألة قراءة متأنية ونترجم اللي هو المعطيات اللي عندنا والمطلوب ونكتبها لكي نستطيع الوصول إلى المطلوب طبعا أول شيء نفهم طول الملعب 84 قدم ركض مبارك 20 قدم للأمام يركض 20 قدم للأمام ثم يعود للخلف 8 أقدام يركض إلى الخلف 8 أقدام الملعب طوله 84 يركض 20 ويرجع 8 المطلوب كم مرة أخرى عليه أن يكرر هذه العملية كم مرة أخرى؟ يعني هذه مرة كم مرة زيادة عليها لابد أن يكرر العملية حتى يصل إلى نهاية الملعب بهذه الطريقة يمشي 20 ويرجع 8 يمشي 20 ويرجع 8 كيف رح نحل؟ كيف رح نحل؟ الخطوة الثانية طبعا نخطط اللي هي أحل باستخدام استراتيجية تمثيل المسألة أنسب شيء لها هل فيه نمط هنا مثلا؟ لا هل مثلا نمثلها بأش كالفن؟ هل رح تفيدنا أش كالفن؟ هل رح نحل عكسيا؟ لا طبعا لكن تمثيل المسألة هنا بيفيدنا جدا في حل هذه المسألة الخطوة الثالثة من خطوات حل المسألة اللي هي الحل المسافة أصلا بعد الركض تساوي 20 للأمام ناقص ثمانية للخلف يعني 12 قدما يعني في كل مرة رح يقطع كم؟ رح يقطع 12 طيب كم مرة الـ 12 هذه رح تتكرر؟ كم مرة؟ لاحظوا هنا أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات لو ركض 20 قدم للأمام ثم عاد ثمان أقدام للخلف وصل هنا يعني هذه المسافة كم؟ زي ما قلنا اللي هي 12 قدما وكررها طبعا الملعب هذا كله كم؟ 84 قدم طيب ثم بعد ذلك مرة ثانية 20 قدم للأمام ثمان أقدام للخلف كم يتبقى هنا؟ اللي هو 12 طيب مرة ثالثة 20 للأمام ثمانية للخلف كم يتبقى هنا؟ 12 قدما أيضا 20 للأمام ثمانية للخلف رح يتبقى هنا يعني قطع كم؟ كم قطع؟ أيضا 12 قدما هل انتهى الملعب؟ طبعا هنا الملعب هذا 84 هل انتهى هنا الملعب؟ لم ينتهي الملعب طيب ثم بعد ذلك 20 للأمام وثمانية للخلف أيضا هنا 12 الآن لدينا كم عشرة؟ 20 30 40 50 وعندي 2 5 مرات يعني 60 قطع 60 الآن فقط نكمل 20 للأمام ثمانية للخلف يعني قطع 12 جديدة زائد 60 72 ثم بعد ذلك 20 للأمام ثمانية للخلف 72 زائد 12 اللي هي 84 80 كم مرة؟ كم مرة أجرى هذه العملية كرر هذه العملية حتى وصل إلى آخر الملعب اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 مرات المرة الأولى استخدمت في السؤال يقول هنا في السؤال كم مرة أخرى عليه أن يكرر العملية؟ يعني المرة الأولى استخدمناها في السؤال كم يتبقى من مرة إضافة إلى المرة الأولى اللي هي 6 مرات هذه المرة الأولى اللي استخدمت في السؤال إذن يتبقى لدينا 6 مرات بهذه العملية يكرر هذه العملية حتى يصل إلى نهاية الملعب طيب طبعاً عدد المرات رح يساوي 7 مرات إحدى هذه المرات استخدمت في السؤال إذن عدد المرات المرات المطلوبة رح يساوي 7 ناقص واحد اللي هي 6 مرات على مبارك أن يكرر العملية 6 مرات أخرى حتى يصل إلى نهاية الملعب طبعاً نتحقق الآن الخطوة الرابعة اللي هي نتحقق المسافة بعد الركض زي ما قلنا 12 قدماً طيب مضاعفات الرقم 12 دون تكرار هي عدد المرات المطلوبة يعني لو قسمنا الملعب اللي هو 84 على 12 كم الناتج؟ يعني الآن زي ما شفنا العملية الوحدة يقطع يروح 20 ويرجع ثمانية معناتها يقطع من الملعب 12 كم مرة عليه أن يكرر 12 84 هذه رح أقسمها على 12 كم 12 فيها اللي هي 7 مرات زي ما قلنا 7 ناقص واحد اللي هي المرة المستخدمة في السؤال إذن الناتج رح يكون 6 مرات مثل ما شفنا قبل قليل إذن الإجابة صحيحة لدينا في مكتبة أراد ماهر أن يرتب خمسة كتب لديها على الرف بحيث يكون كتاب التفسير أولها وكتاب الاجتماعيات آخرها فبكم طريقة يمكن ترتيب الكتب الخمسة على الرف؟ نفس الشيء عزيزي طلاب عزيزي الطالبات الخطوة الأولى اللي هو أفهم يوجد خمس كتب يريد ماهر ترتيبهم بحيث يكون أول كتاب هو التفسير آخر كتاب هو الاجتماعيات يعني الكتابين هذولي ثابتين مين اللي رح يتبدلون؟ اللي هم في الوسط الثلاثة كتب طبعاً المطلوب هنا اللي هو ماذا؟ بكم طريقة بكم طريقة يمكن ترتيب هذه الكتب طبعاً نخطط رح نحل باستخدام استراتيجية تمثيل مسألة رح نمثل مسألة أمامنا ونشوف بكم طريقة ممكن أن نرتبها هذه الكتب رتبناها حطينا اللي هو الكتاب التفسير في الأول وكتاب الاجتماعيات يكون في الأخير طبعاً الكتب اللي رح تتبدل اللي هي في الوسط لو سميناها مثلاً توحيد وحديث وافق هي اللي في الوسط هي اللي رح تتبدل الثلاثة كتب اللي في الوسط كم مرة تتبدل؟ يعني مرة حطينا توحيد فق حديث فق توحيد حديث حديث توحيد فق توحيد حديث فق فق حديث توحيد حديث فق توحيد كم مرة؟ إذن ست طرق عدد الطرق ستة طرق طبعاً نتحقق بما أن الكتاب الأول والأخير ثابتين إذن يمكن ترتيب الثلاث كتب الباقية طبعاً الكتاب الأول له ثلاث أماكن إذن كم من الطرائق المختلفة اللي ممكن يعني أحط فيه الكتاب الأول اللي هو ثلاثة إذا أخذ مكان الكتاب الأول كم يتبقى للكتاب الثاني؟ يتبقى ثنين طيب الكتاب الثالث كم يتبقى لمن مكان؟ يتبقى مكان واحد إذا متصير ثلاثة في ثنين في واحد اللي هو مبدأ العد يعني ستة طرق لأن التفسير والاجتماعيات ثابت في الأول والأخير إذن رح يكون عندنا الطرق اللي هي ستة طرق مختلفة لترتيب هذه الكتب مثل ما شفنا قبل قليل استعملنا هنا اللي هو ماذا؟ اللي هو مبدأ العد استخدمنا مبدأ العد هنا في التحقق طبعا مثلنا هنا المسألة مثلناها بدلنا بين اللي هو الكتب اللي في الوسط بدلنا أماكنها فيما بينها طبعا الثلاثة معروف تبديلاتها ستة تبديلات الثلاثة ستة ستة طرق مختلفة أبدل فيها الثلاثة اللي هي لو استخدمنا فيها مبدأ العد اللي هو ثلاثة في اثنين في واحد لو مثلناها لو ما نعرف ومثلناها زي ما شفنا هنا التوحيد أخذ المكان الأول ثم أخذ المكان الثاني وثم هنا طبعا هنا التوحيد أخذ المكان الأول وهنا أخذ المكان الأول أيضا ثم بعد ذلك أخذ المكان هنا الثاني وهنا الثاني وهنا أخذ المكان الأخير وهنا أخذ المكان الأخير الفقه هنا أخذ المكان الثاني وهنا أخذ المكان الثاني مرتين وأخذ هنا المكان الفقه المكان الأخير وهنا المكان الأخير هذه مرتين وفي الأول أخذها مرتين واحد اثنين نفس الشيء بالنسبة للحديث أخذ المكان الأخير مرة مرتين والمكان الأول مرة مرتين والمكان الأوسط مرة مرتين يعني كلهم أخذوا المكان الأول مرتين وثاني مرتين وثالث مرتين لأنه إذا أخذ المكان الأول يتبقى مرتين يعني توحيد ثم فقه حديث أو توحيد حديث فقه فيأخذه لازم مرتين عشان يبدل بين الاثنين الباقين وهكذا طبعاً تحققنا باستخدام مبدأ العد اللي هو الكتاب الأول له ثلاث طرق يختار فيها ثلاث أماكن ممكن إذا حطينا طيب الكتاب الثاني كم يبقى له من مكان يبقى له مكانين الكتاب الثالث يبقى له مكان واحد إذا أخذ الكتاب الأول مكانه والكتاب الثاني مكانه يصير ثلاثة في اثنين في واحد يساوي ستة طرق الواجب أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات سؤال ستة وسبعة وثمانية ونكون بذلك انتهينا من درس اليوم وهو استراتيجية تحل المسألة بتمثيل المسألة لتصور ما سيحدث فعلياً شكراً جزيلاً أعزائي الطلاب والطالبات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة